خلينا نروح لمدخلة هاتفية مهمة جداً مع الناقض الرياضي الكبير أستاذ لطفي السعاني يا أستاذ لطفي مساء الخير عليك مساء الخير عليك أكبر حضرتك كبير وتحية تنظيفك الكريم من الزرامي عبداليك أهلاً وسهلاً بك معنا وعايزين نسأل حضرتك على مباراة الأهلي ولا زمائك مباراة الكمة النهاردة وكيف ترى هذه المباراة؟ والله هي مباراة خاصة بين قصبية الكرة في أقوى ديربي في المنطقة العربية الكامل مباراة بينتظرها جماعيدي لطفيسين بغض النظر عن حتم الأهلي للقب المفضل بالطورة الدوري الجمهور الأهلي بيعول على استكمال الفرحة بالفوضة على الزمالك جمهور الزمالك عايز يعوض قصبته للدوري ويحقق نتيجة مرضية لجماعيديه بالفوضة على الأهلي مباراة ما لهاش أي مقاييس أو معييس لكن في النهاية هتكون مباراة طبيعة متوترة بين الفرقين عصبية متوترة؟ اه طبعاً اه طبعاً الكل عايز يضبط ذاته عايز يعوض الزمالك عايز يعوض البطولة ويرضي جماهيره الأهلي عايز يأكد أحبطه باللطب ويسعد جماهيره فهتيبقوا اللعيبة نازلة متوترة يتوقف على ذلك شخصية الحكم اللي هتقدر تسيطر على المباراة حتى لا طالق منه يبقى شكلها كارج بشكل مش لاقف ديربي مهم جداً في المنطقة العربية أهم ديربي في المنطقة العربية عموماً بحجم جماهيري غير عادي بيتفرج على هذه المباراة من المحيط للخليج نظراً لشعبية الفريتين فأمر طبيعي جداً أن المباراة ستبقى متوترة أتمنى أنها تخرج بشكل كويس عشان نقول أننا في أسلوب حضاري وراقي بعد كثة الأمم الأفريقية ونقدر نقرأ الناس أننا عندنا حتى فريتين بيقدروا يقدموا حاجة كويسة بغض النظر عن مين يكسب مين يخصص لكن في النهاية أتمنى أننا ستبقى مباراة طليل بيتربي القرى المصدرية بشكل كويس جداً طيب أستاذ لطفي هل كفت فريق عن آخر أرجح أو الأمور تبقى متساوية في مباراة القمة وخصوصاً بعد مع النادي الأهلي حسن بطولة الدوري بشكل رسمي من خلال مباراة المقاولين فبالتالي هو معنوياً أعلى هل ده ممكن يرجح كافة النادي الأهلي النهاردة؟ دائماً في حجمة بيقول لا تدخل معركة مع شخص لا يملك ما يخصره الزمالك اليوم لا يملك ما يخصره خلاص خسر الدوري ما عندهش أزمن حاجة لكنه بيبحث عن تعويض معناوي النادي الأهلي هو اللي نادر النهاردة عنده حافظ أعلام أنه هو عايز أأكد حقيقي باللطب عايز أقول له جمهوري يفرح بخود كمان على غريم اللذود كل ده متي دواسع للفريقين خاصة البطولة خلصة الفريقين يلعبوا بنفس الدواسع أنه دي مباراة خاصة يعني لأرباء الجماهية فأمر طبيعاً أن الفريقين عيبوا نازلين عندهم نفس الحافظ أن يلعب عليه آه هايبقى فيه قلق عند جمهور الزمالك عند العادة الزمالك أمر طبيعي لأنه مش عايز يبقى خارج من المباراة بخسارة كبيرة مش عايز يبقى خارج حتى الخسارة بخارق كبير فبالتالي يعني تخلي اللعيبة فيها حالة غضب من الجماهية بشكل كبير جداً فتأثر عليهم مستقبلاً بخصوصاً أن عرض اللعبة التوليين في الفريقين مباراة ما بين الأهل والزمالك من غير جمهور وبإذن الله من الموسم الجاي بقى نشوف جمهور بشكل طبيعي في كل مباراة دقاس كمان في مباراة الأهل والزمالك بإذن الله الدوري عيتها بجمهور إن شاء الله مباراة دقاس كمان فيها جمهور يعني بعد نجاح تجربة تتكارتي في كافة الأمم الأفريقية أعتقد أن احنا أصبح عندنا جاتاً كويسة جداً وأصبح عندنا سيستم كويس جداً لأنك إذا ستتدخل جمهور بأي وقت خصوصاً أن بقى عندك عصيلة بيانات كل من هو موجود فيه داخل المدرجات فأمر طبيعي إن شاء الله أن الدوري الجديد يبدأ بجمهور إن شاء الله مباراة الأهل والزمالك أيضاً بجمهور ونعود تاني للتنساع بالمباريات وحضور الجمهور يعني هي المطعة الخصوصية لأن المطرح من طول الجمهور فبالك بقى ملعب طرف القدم من طول الجمهور ده تاهم كتير جداً إن احنا نقول عندنا ستباجع شوية لكن إن شاء الله عند فترة سبيرة أو أمل من الموسم الجديد هو مختلف تماماً تماماً تواقع على دوري أو الدربيات الخاصة بين الأهل الزمالك النتيجة أستاذ لطفي توقعتك لها إيه النهاردة؟ والله النتيجة صعبة النتيجة صعبة من السبب لكن المواطيات الحواسط الكثيرة عند الفريقين لكن الفريق الأكثر ثباتاً عنده ثبات عالي وهو اللي هيبقى راكب المبارات إن شاء الله نتمنى الأهل هو اللي يكون أكثر ثباتاً في مبارات اليوم أستاذ لطفي أنا بشكر حررتك شكراً جزيلاً يا أستاذ لطفي أسعى عنا النقض الرياضي الكبير ترجمة نانسي قنقر